ربنا بيقول ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحبوا كل مختالم فخور الآية دي آية مهمة أنك تعرف تفسيرها ومعاني الكلمات من وراها أي حدث في أزمة ومحنة بيحصل في الدنيا أصلا ده مكتوب عند ربنا قبل ما يخلق الدنيا من قبل أن نبرأها ومن قبل ما يخلقك أنت ربنا مش لقى واحد أم عامل حاجة فقال إيه ده اللي حصل ده اعمله فيه كأن ربنا ما كانش يعرف اللي يحصل إنما هو سابق تقدير ربنا هذا هو الكمال الإلهي ربنا معلوماته سبحانه وتعالى وعلمه سابق في الخلق فهو من سابق التقدير الإلهي لحكمته في تربيتك وترقيتك وتفهيمك ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير ليه يا رب حتى ينضج هذا الإنسان لكي لا تأسوا على ما فاتكم ربنا بيضبط عند هذا الإنسان اللي عنده شراها وحب للجمعة وحب للارتقاء في الدنيا بيضبط عنده علاقته بالمقتنيات لكي لا تأسوا على ما فاتكم الأسى هو الحزن الحزن المختلط بغضب المقعد اللي بيخلي الإنسان يحصل له حالة من العجز أهو ربنا عايزك لما تفقد حاجة في الدنيا ما تنهرش وراها كده لأن الباقي هو الله فقال له لكي لا تأسوا على ما فاتكم فتحت شركة ما مشيتش كويس كنت بتحب بنت ما فيش نصيب كان نفسك تنجح في شهادة مش عارف تاخدها أي شيء مما يبحث عنه البشر وهو حلال فلما يفوتك لكي لا تأسوا لا تنهار الانهيار الحقيقي إذا فقد الإنسان ربنا ماذا وجد من فقد الله فهنا لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم الفرح المذموم المذكور في الآية هي حالة من النشوة بتصيب العبد لما بتجيله نعمة بتصرفه عن ربنا النشوة بتخلي الإنسان غافل ويستخدم النعمة في معصية ربنا وكأنه صار لما النعمة دي جات له فسد فربنا ما يحبش المستوى ده من الفرحة من النعمة ولا تفرحوا بما آتاكم فربنا ياخد منك ويديك ويرفعك وبعد كده يصرف الناس عنك ده يخليك مشهور ومحبوب وبعدين بعد شوية تحس أنه ما فيش حد حواليك الرجة دي بتحصل حتى يسكن الإنسان وتستقر المفاهيم الكبرى في حجم الأشياء ولا يبقى له في قلبه كبير باقي إلا المولى سبحانه وتعالى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر